مين أكثر شخص يكون عرضة للإصالة في القريب رأيكم المفاجئة أن الشخص الحساس الشخص الطيوب اللي قلب رقيق اللي رهيف هو أكثر شخص عرضة لتحكم القريب ويحاول حياته إلى جهي للأسف انتبه إذا كنت من الشخص الحساسين ترى إذا أنت حساس ترى قد يكون قافز عليك القريب أو متحكم فيك أو في طوار يتحكم فيك فانتبه خلي عندك هذه المناعة لما نقول شخص حساس الشخص فيه في بعض الأشخاص من كلمة يتأثر يعني سوء فهم أو حتى سب مثلا غلطة بالمزح يتأثر فيها يفكر فيها لا تكون من هذا النوع الحساس طبعا هذه الحساسية المفرطة أكيد جاي من المنطقة صلمة هل يبعلك يعني هذه الحساسية المفرطة هي جاي من المنطقة كعالية الدفاع نتيجة الصغر معينة في سر الإنسان طيوب لأنه في صغرات عرض لإساءة يعني أراد يعطي الحب أو يستقبل الحب لكن هو كل اللي حصل إساءة لفظية أو جسدية فبالتالي لما نكبر كرد فعل عكسي لديك الصدمة يصير طيوب حتى يعطي رسالة أنه هو محترم شوفوني أنه أنا كويس شوفوني أنه أنا طيب وبالتالي جاي منطقة صدمة فهي الطيبة الزايدة هاي الحساسية الزايدة هي جاي منطقة صدمة مثل الشخص اللي ما عنده كمان هيك يعني إحساس كمان جاي منطقة صدمة نريد هاي الحالة للتوازن قرين اللي موجود فيه خارج الهالة اللي هو بس ضمن ساحة القرين الخامل أو الخامد هل اللي نقول اللي هو ضمن ساحة الوسوس العادية إذا كنت أنت شخص حساس احذر لأنه ممكن القرين يعني يتجاوز حدوده ويقفز إلى الراس إلى رأسك قد منطقة المخيخ أن لوحة التحكم في المشاعر والأفكار والجسد اللي بالك حتى الجسد فاحذر لأنه إذا دخل فيك القرين فأنت يعني يسبب حياتك حياتك حسير جحيم يعني ممكن يوصلك لانتحار وقد تنتهر لأنه يسبب لك أعراض وآلام مبرحة في الجسد آلام وآراض مبرحة حموضة زايدة ضيق حاد في الصدر ثقل في الأكتاف آلام حادة صداع في الرأس حموضة نبض في كل جسم جسمك حمدان مقادرة تقوم لكل سهران بالنهار نايم حياتك كلها بنقطط فانتبه أن تكون من الأشخاص الحساسين خلينك هذه المناعة النفسية لا تكون هش من ناحية نفسية واتصل بروحك يعني روحك هي العزة هي كرامتك هي شفاءك كل الامتنان إلى الروح المرشدة فاتن البخاري الروح الملهمة والملهمة نصف جناحي الآخر اللي لو لها ما كن راح نحلق في طرق السماء